السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلبة الطالبات الصف الثلث الأعدادي بعدنا النهاردة مع درس جديد من دروس الهندسة درسنا النهاردة ان شاء الله الواحدة الثانية الهندسة اول درس الزاوية المركزية وقياس الاقواس سؤال التهيئة بيقول اكمل صورة النقطة ثلاثة واثنين بالانتقال الذي قاعدته سين نائس خمسة وصاد زايد واحد هي نقط هنا جيب الانتقال في صورة سين نائس خمسة يعني طالب مني اطرح من المسقط السيني خمسة وطالب مني ازود على المسقط الصادي واحد يبقى الصورة ثلاثة نائس خمسة واثنين زايد واحد ثلاثة نائس خمسة بسالب اثنين اثنين زايد واحد ثلاثة يبقى صورة النقطة بعد ما عمل لها الانتقال هيدينا سالب اثنين وثلاثة السؤال التاني بيقول لي صورة النقطة اربعة وخمسة بالانتقال ثلاثة وحدات في الاتجاه السالب لمحور الصادات يعني هنا طالب مني ان انا اطبق انتقال على المسقط الصادي فقط مقداره ثلاثة وحدات تخد بالك في الاتجاه السالب يعني باشارة سالبة يعني المفروض هسيب السين او المسقط السيني زي ما هو اللي هو الاربعة واجع المسقط الصادي هيبقى خمسة نائس ثلاثة يعني هتبقى الصورة اربعة وخمسة نائس ثلاثة يدينا بالضبط كده اثنين تبقى صورة النقطة اربعة واثنين تعالوا كده يا شباب نتعرف على الزاوية المركزية ايه هي الزاوية المركزية هي زاوية رأسها نقطة مركز الدائرة وبيحمل كل ضلع من ضلعيها نصف قطر في الدائرة يبقى اي زاوية رأسها نقطة مركز الدائرة والاضلاع بتاعتها عبارة عن عن صف اكتر في الدائرة حقول عليها زاوية مركزية طيب نشوف كده مرحوظة بيولي يلاحظ ان رقم واحد اي نقطتين على الدائرة مثل وليكن الف وبه يقسمان الدائرة الى قوسين هما يعني ادي عندنا دائرة ميم وفي نقطة اسمها الف وبه الف وبه ديت هتقسم الدائرة الى نصف القوسين القوس الاصغر الذي اسمه الف وبه والقوس الاكبر الذي اسمه الف طيب القوس الصغير الف به هنكتبه الف به وعليه علامة القوس طيب بلس draw يعني افرئ بينهم القوس الكبير اي القوس الاكبر هنعمله بنفس الطريقة ويرمز له الف به او لونا نقطة ممكن احدد بها القوس الكبير بالاضافة الف ب به يعني يبقى الف جين به طب نشوف مع بعض كده الملاحظة التانية الملاحظة التانية بيقولي ايه لو الالف به قطر في الدائرة ميم يبقى معنى كده ان الزاوية الف ميم به اللي هي المركزية دي هتبقى عبارة عن زاوية مستقيمة وبالتالي القوس اللي هو الف سين به او الف صاد به كل واحد فيهم هيبقى نصف دائرة طيب بتاعنا نتعرف كده على جزء تاني قياس القوس احنا عرفنا من شوية انه لما يكون عندي نقطتين على الدائرة ان نقطتين دول بيعملوا او بيقسموا الدائرة لقوسين قوس صغير وقوس كبير الاقواس اللي هتقسم اليها الدائرة دي اي اللي كل قوس منهم هيبقى ليه قياس فبيقولي ان قياس القوس بيساوي قياس الزاوية المركزية المقابلة له بالدرجات والدقائق والثواني يعني ان انا اذا رحسب قياس القوس زي بالزبط قياس الزاوية المركزية اللي هي رأسها مركز الدائرة اللي بتكون مقابلة لهذا القوس القوس ده برضه بيكون لطول طول القوس بيقول لي هو جزء من محيط الدائرة ويتناسب مع قياسه ويقاص بوحدات الأطوال زي المتر وزي السنتي وزي الديسي متر وهكذا طيب طول القوس قدر أحسبه إزاي قياس القوس حسابه سهل إن أنا هقدر أجيب قياسه بنفس قياس الزوية المركزية بنفس الرقم بالضبط طب طوله أي لطول القوس بيساوي قياس القوس على قياس الدائرة في محيط الدائرة تاني عشان قدر أحسب قياس أو طول القوس لازم يكون عندي الأول قياس القوس هقسمه على قياس الدائرة قياس الدائرة بيسوي 360 درجة في محيط الدائرة اللي هي 2 في باي في نق تعال نشوف كده مع بعض المثال الاول المثال الاول بيقول لي ايه انا عندي زي ميم دائرة طول نصف قطرها 7 سنتي في الشكل الموضح وقياس الزاوية ألف ميم به ودي طبعا زاوية مركزية قياسها 120 درجة عايز طول القوس ألف به معتبرا ان الباي 22 على 7 طب نبدأ كده نفكر في الحل انا عارف القانون بتاع طول القوس طول القوس بيساوي قياس القوس على 360 في محيط الدائرة يعني في 2 باي نق نبدأ كده نعوض قياس القوس ب120 على الدايرة كلها 360 درجة في 2 في 22 على 7 في نصف القطر هو ومدهوني مباشرة 7 سنتي هحسب الحزبة دي هيطلع عندي الناتج 14.7 من 10 سنتي أو 14.3 سنتي متر تقريبا سؤال المتحوقين السؤال بيقول اوجد قياس القوس الذي يمثل 2 على 5 قياس الدائرة واذا كان طول قطر الدائرة 70 سنتي متر فاوجد طول هذا القوس وبيقول لي معتبرا ان الباي تقريبا بتساوي 22 على 7 حل المسألة بتاعتك وبعث لنا اجابتك في تعليقات الفيديو تعالوا نتعرف على بعض النتائج الهمة النتيجة الاولى بتقول لي ايه في الدائرة الوحدة او في الدواير المتطبقة الاقواس المتساوية في القياس بتكون متساوية في الطول والعكس صحيح يعني في الرسمة اللي قدامنا لو انا عندي قياس القوس قلب به بيساوي قياس القوس جيمدال هيبقى طول القوس قلب به بيساوي طول القوس جيمدال رقم 2 بيقول لي برضو في الدائرة الواحدة او الدواير المتطبقة الاقواس المتساوية في القياس او طرها متساوية في الطول والعكس صحيح يعني لو بصنا الرسمة اللي قدامنا بيقول لي ان الاقواس المتساوية في القياس يعني لو قلنا ان قياس القوس الف به بيساوي قياس القوس دالجيم فان الوطر اللي بيحصره القوس الف به بيساوي في الطول الوطر اللي بيحصره القوس دالجيم بمعنى ان القطع المستقيمة الف به هتبقى بتساوي القطع المستقيمة دالجيم النتيجة الثالثة بتقول لي ايه الوطران المتوازيان في الدائرة يحصران قوسين متساويين في القياس فزي ما احنا شايفين كده في الرسم انا عندي الوطر الف به بيوازي الوطر جيم دال يبقى انا اقدر استنتج ان قياس القوس الف جيم بيساوي قياس القوس به دال رقم اربع القوسان المحصوران بين وطر ومماس يوازيه في الدائرة متساويان في القياس يعني لو عندنا في دائرة ميم وطر اسمه الف به ومماس اسمه جيم دال في الحالة داية لو المماس والوطر متوازيين يبقى قياس القوسين اللي بيحصرهم المماس والوطر بيكونوا برضو متساويين في القياس يعني لو قلنا ان جيم دال بيوازي الف به يبقى قياس القوس الف هه بيساوي قياس القوس هه به تعالي نشوف كده المساء رقم اثنين بيقولي قلب به جيم دال شكل رباعي مرسوم داخل دائرة فلو كان قلب به بيوازي دال جيم ونقطة هه منتصف القوس قلب به عايز يثبت ان جيم هه بيساوي دال هه طيب انا هبتدي ارسم هرسم الدايرة بتاعتي وحرسم قلب به جيم دال شكل رباعي مرسوم جوا الدائرة بس بشرط ان القلب به بيوازي دال جيم بيقولي ان نقطة هه بتقع في منتصف القوس قلب به يبقى اخترت هه في منتصف القوس قلب به عايز يثبت ان جيم هه يساوي دال هه فوصلت جيم هه ودال هه طيب نفكر مع بعض واحدة واحدة انا عندي توازي وعندي نقطة هه منتصف قلب به سابقى كده بما عند Welp به بيوازي دال جيم يبقى قياس القوس الف دال بنساوي قياس القوس به جيم دا اول استنتاج لها طيب بما عندنا نقطة هه بتقع في منتصف القوس 할ب به يبقى قياس القوس هيه ألف حيساوي قياس القوس هيه به دا الاستنتاج رقم 2 من الاستنتاج رقم 1 ورقم 2 بالجما حجد ان قياس القوس هيه ألف دال بيساوي قياس القوس هيه به جيم وطالما القوس قد القوس يبقى الوطر هيه دال بيساوي الوطر هيه جيم وكده أثبت المطلوب في المسألة لو بصنا سؤال المفوقين التاني السؤال بيقول في الشكل المقابل ألف به يوازي هيه واو يوازي جيم دال إثبت أنه جيم هيه يساوي جيم واو بصع شكل كويس وحل المسألة وبعدتنا أجاباتك في تعليقات الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة